اهلاً بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن هل تظهر التساقات الرحم بالسونار؟ نعم، يمكن رؤية التساقات الرحم بالموجات فوق الصوتية لكن من النوع ثنائي الأبعاد يقيس هذا الجهاز الموجات الصوتية التي تمر عبر الرحم توفر هذه الموجات أيضاً صورة واضحة ثنائية الأبعاد للرحم وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الروتينية وتعتبر الأدات التشخيصية الأولى لتقييم حالة الرحم وبطانته يتم قياس سماكة بطانة الرحم بدقة بواسطة جهاز سونار كما يتم التأكيد على سلامة بطانة الرحم بشكل عام والتأكد من خلوبها من أي طرابات أو جروح في البطانة أو حتى في عضلة الرحم كيف تتشكل التساقات الرحم؟ الرحم مشابه جداً للبالون ويتخذ جدار الرحم الأمامي والخلفي شكلاً مسطحاً ومقابلين لبعضهما البعض هذه الأنسجة مبطنة بنسيج دموي ويعرف هذا النسيج باسم بطانة الرحم وعند حدوث الحملة يلاحظ أن البويضة الملقحة تغرس في بطانة الرحم هذه وعند حدوث أي إجهاض أو كشط يحدث التليف في هذا النسيج لأن المناعة تحاول أن تشفي نفسها بنفسها هذه العملية شكلت بعض التورم والندبات وكذلك الانتفاخات وترتبط هذه الجدران ببعضها البعض بطريقة غير طبيعية فمن الطبيعي ألا تكون قريبة من بعضها ما هي أعراض التساقات الرحم؟ تتعرض حوالي 20% من النساء لذلك وظهرت بعض الأعراض عليهم منها انخفاض كبير في دم الحيض تحدث بعض الآلام والتشنجات الشديدة في الرحم تحدث أيضاً صعوبة أثناء الحمل وقد تؤدي إلى الإجهاض المستمر في حالات الالتساقات الخفيفة لا يمكن أن تؤذي ولا تسبب أي أعراض ولكن في بعض الحالات قد تكون صعبة أسباب التساقات الرحم يحدث التساق الرحم في حالة الإجهاض الناقص أو قد يحدث أثناء فترة النفاس يحدث أيضاً نتيجة عدم خروج المشيمة تماماً أو نتيجة عمليات إجهاض غير مرغوب فيها في حالة إزالة الأورام اللمفاوية أو حتى الأورام الحميدة التي تحدث في الرحم قد تؤدي العمليات القيصرية لالتساق الرحم بعد استخدام الأدوية لوقف النزيف يمكن أن يحدث الالتساق نتيجة التهاب الأعضاء التناسلية أو حتى بعد العلاج الإشعاعي إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضاً تقدروا تابعونا على السوشيال ميديا إنستجرام، فيسبوك وتويتر